نادي العالي خلص خلاص اتعاداته في الكهارة لمواجهة شباب ابو الازداد وملخص المران يعني امام عشور خاد التدريب دون واقع الرأس الاول مرة طبعا عارفين طبعا الاصابة اللي حصيت له في كاس الامر الافريقية وعمر السولية شارك في المران الجماعة وبأجاهز خلاص ليخد المباراة الاول مرة هيكون موجود في قائمة النادي الاالي في هذه المواجهة الافريقية مصطفى ابو الخير عشان لعب الوسط المدافع بيلعب رقم 6 يعني عشان يعوض الغائبين عن هذا المركز وهيكون موجود مع الفريق وكوكا وكريستو كملوا برنامجهم التأهيلي للتعافي من الاصابة كمان تم تجهيز بيرستاو اللي بيعاني من اجهات في العضلة الخلفية وكمان وسام ابو علي اللي عنده برضو الام في العضلة الخلفية عشان يبقوا جاهزين لمواجهة ميدياما الغاني يوم 23 فبراير الجاري ان شاء الله الاهلي بعد المران مباشرة اتجه الى الجزائر ووصل بسلامة اللاقوي دكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر ومسشار رامي المبيد والكنسل محمود مرشد وعدد من مسؤولي السفارة المصرية حرصوا على استقبال بعثة الاهلي برئاسة المهندس محمد الجرحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي فورا وصلهم الى المطار كل توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي مين بقى مصطفى ابو الخير لعب النادي الاهلي لعب الوسط بتاع النادي الاهلي اللي هو مواليد 2003 تعالوا لك شوية معلومات عنه هو من مواليد 2003 بتواجد في الاهلي منذ 13 عام تم اختياره من جانب عبدالنبي عشور للانضمام الى القلع الحمراء بعدما بدأ مسيرته في اكدمية ارض اللواء الموسم الماضي مع فريق الشباب ساهم في سبع اهداف سجل اربعة وصنع تلاتة ويجيد في مركز الوسط الدفاع كذلك يتم الاعتماد عليه احيانا كقلب دفاع محمد شرف وياسر يان اكثر من اثر على مشواره خلال فترته بناشئين الاهلي لأول مرة يتم تصعيده للفريق الاول تحت قيادة مارسل كولر دي معلومات عن مصطفى بلخيل الكلام عنه انه هو لعب جيد يعني جيد اشتركوا في القناة